الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية توضح هذه الخريطة الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية وما حولها ومن الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية أولا حضارة دلمون منذ خمسة آلاف سنة تقريبا كانت جزر البحرين مركزا لحضارة عظيمة تركت كثيرا من الآثار التي تدل على رغيها وقد عرفت قبل التاريخ بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة وتمثل دلمون مركزا استراتيجيا مهما فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين وهي العراق وفي الشرق حضارة ميلوخة وفي وادي السند باكستان وفي مصر حضارة الفراعنة وفي شبه الجزيرة العربية حضارة مجام في عمان وحضارة اليمن وكانت البحرين المركز الرئيسي لحضارة دلمون وقد امتدت على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية من الكويت عند جزيرة فيلكة حتى حدود حضارة مجام في سلطنة عمان وحضارة أم النار في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالمياه من كل ناحية أما الأدلة التاريخية على هذه التسمية فهي وجود اسم دلمون في نصوص سومر ووجود الأختام الدلمونية أهم الآثار المكتشفة أولا مقبرة عالي وهي عبارة عن مجموعة من التلال المتجانسة وقد اكتشف فيها أكبر مقبرة تاريخية في العالم حتى وقتنا الحاضر وهذه الصورة توضح جانب من مقبرة عالي أكبر مقبرة تاريخية في العالم ننتقل إلى حضارة أم النار كانت هناك مناطق مزدهرة على شواطئ القليق العربي إلى الشرق من دلمون ولقد تم اكتشاف هذه المناطق في أم النار من دولة الإمارات العربية المتحدة والتضح أنها كانت تعتمد في حياتها على التجارة البحرية تعد جزيرة أم النار أهم هذه المواقع وقد تم العثور على العديد من المدافن والأوان الفخارية الحقرية والأسلحة وأدوات الزينة ويضم موقع أم النار ما يزيد على خمسين مدفنة وينتمي فخار أم النار إلى الألف الثالثة قبل الميلاد ويتميز هذا الفخار بتعدد الألوان والزخارة وتوضح هذه الصور نماذج من فخار الخريقي العربي وآخر حضارة هي حضارة اليمن القديمة تقع اليمن في أقصى جنوب غربيش بالجزيرة العربية وتطل على منفذين بحريين مهمين هما بحر العرب والبحر الأحمر ويفصل بينهما مضيق باب المندب ولقد استقر الإنسان في اليمن منذ الغدن فأقام القرى والمدن بسبب توفر الظروف الملائمة للزراعة والتجارة وانتجى اليمنيون المحاصيل الزراعية وتاجروا باللوان والبخور والعطور والتوابل فأدى ذلك إلى زيادة ثروتهم فبنوا السدود وخزانات المياه وقنوات الريء وهو ما أدى إلى الزهار الزراعة وتقدم البلاد ترجمة نانسي قنقر